ونذهب إلى واشنطن للتعليق على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن مع مراسلنا أناس الصبار أناس أهلا بك معنا أيضا في هذه الساعة من الملفت أن تأتي هذه التصريحات التي تؤكد على أن الفلسطينيين هم من سيختارون من الذي سيحكم قطاع غزة بعد هذه الحرب تحديدا بعد تصريحات لبنيمين نتنياهو قبل ساعات من الآن تشير تماما إلى عكس ذلك إلى من وجهت هذه الرسالة أناس هذه الرسالة توجه للأمريكيين وكذلك تأتي على شكل موقف أمريكي تريد الولايات المتحدة وتحديدا إدارة بايدن تثبيت موقفها الرافض لاحتلال قطاع غزة وإن حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو صبغ الأمر بطريقة أخرى بأن قال إنها سيطرة أمنية وهذا ما يحدث بطريقة أخرى في الضفة الغربية ويراه الفلسطينيون والأمم المتحدة على وجه الخصوص بأنه احتلال وبالتالي فإن جيك سوليفن يحاول أن يقدم هذا الموقف ليرد على الأقل على بعض المنتقدين في الولايات المتحدة وأيضا ليقول لإسرائيل بأن الولايات المتحدة تعارض ذلك لكن هذا لا يمنع أن واشنطن ما زالت تجري محادثات مع إسرائيل بشأن ما يجري وما سيجري في قطاع غزة يقول جيك سوليفن بأن الولايات المتحدة تعارض أن تستخدم المستشفيات كساحات للقتال يقول أيضا بأن الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل بشكل مستمر أن تتجنب استهداف المدنيين ويؤكد بأن الجهود المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين ما زالت مستمرة رغم أن العملية البرية تقلص على الأقل المراقب من بعيد تقلص من هذه الجهود بالمقابل يقول الإسرائيليون وتحديدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في أكثر من مقابلة أجرها منذ صباح هذا اليوم مع وسائل إعلام أمريكية بأن هذه الجهود مستمرة وبأن هناك احتمالا لأن تكون هناك صفقة للإفراج عن هؤلاء المحتجزين بينما يتحدث مسؤول أمريكي لشبكة MBC يقول بأن هناك احتمالا لأن تعقد هذه الصفقة وتتعلق بالإفراج عن ثمانين من النساء المحتجزات في قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسيرات فلسطينيات وعن أطفال تعتقلهم إسرائيل بعضهم منذ سنوات لكن هذا الأمر على الأقل الآن الحديث يدور في إطار المحتمل فقط لا تأكيدات بهذا الشأن وبالتالي فإن أيضا التصريحات المتعلقة بالسيطرة الفلسطينية على قطاع غزة بأن لا يقتطع أي جزء من قطاع غزة لا تحتله إسرائيل أيضا هذا جزء من الخطاب الذي توجههه الولايات المتحدة والتي نعلم منذ بداية هذه الأزمة تتحدث كثيرا في العلن عن أمور مسلمات أو عن كليشيهات بالأحرى وبعد ذلك في الخفاء تقول إنها تتحدث إلى الإسرائيليين وتضغط عليهم في ملفات مختلفة لكنها لا تكشف عن اتصالاتها الدبلوماسية وفقا لتوصيف الكثير من المتحدثين هنا في واشنطن وبالتالي فإن هذه التصريحات تندرج تماما مع تلك التي كنا نستمع إليها لكن في نهاية المطاف ربما على أرض الواقع تتغير الأمور بشكل متسارع وحينها ربما على الأمريكيين أن يستجيبوا لهذه التغيرات على إدارة بايدن أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار مواقفها السابقة من هذا الصراع برمته وهي التي تتحدث دائما عن حل الدولتين وتقول للأمم المتحدة واللجنة الربعية إن تبقى من ممثليها من تبقى تقول دائما بأنها تؤمن بأن حل الدولتين هو الحل الأمثل لهذا الصراع وتروج له لكنها في أي مرحلة من مراحل حكمها منذ وصول إدارة بايدن على الأقل إلى البيت الأبيض لم تنجح سوى فيما قالت إنه تهيئت الأجواء والظروف لإجراء محادثات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل إلى حل الدولتين وبالتالي هي تتواصل مع كل الأطراف في المنطقة تتواصل مع السلطة الفلسطينية مع كل الأطراف الفاعلة التي تعتقد أن لها دورا مفترضا في قطاع غزة بعد نهاية هذه الحرب وبناء على ذلك تصدر هذه التصريحات شكرا لك أنس الصبار على هذه القراءة للموقف الأخيرة من واشنطن